اشتركوا في القناة في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا وقال مع الوزير العدل ان هذا الانجاز يأتي امتدادا للانجازات التي يحققها ابناء مملكة البحرين في المسابقات القرآنية الدولية والتي تضاف الى سجل الانجازات الحافل للشباب البحرينيين في مختلف المجالات والتي لم تكن لتتحقق لولا فضل الله تعالى وتوفيقه ومن ثم الرعاية والمباركة الملكية السامية لعاهل البلاد المفدى ايده الله ودعمه المستمر لجميع البرامج والانشطة المتعلقة بخدمة القرآن الكريم والارتقاء بمستوى حفظته من جميع الجوانب وقد اعرب مع الوزير العدل عن فخره واعتزازه بالمراكز المشرفة التي يحققها المتسابقون البحرينيون في المسابقات القرآنية الدولية والتي بلغت اكثر من سبعين مركزا وفوزا في مسابقات القرآن الكريم الدولية فضلا عن المشاركة في تحكيم هذه المسابقات لعدد من الدول وذلك للخبرة التي حازها واكتسبها منتسب الشؤون الاسلامية في الاعداد والتحكيم لمسابقات القرآن الكريم الدولية ترجمة نانسي قنقر